أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف عن نسوعه ثلاثة ملايين طفل داخل أوكرانيا وأكثر من 2 مليون ومئتي ألف طفل خارجها أطلقت نداء لتمويل الاستجابة الإنسانية لمساعدتهم في ظل هجوم عسكري روسي متواصل منذ الرابع والعشرين من فبرار الشباط الماضي قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان جاريخ خلال مؤتمر الصحفي بمقر المنظمة في نيويورك أن اليونسيف أصدرت اليوم بيانا أدت فيه أن نحو 100 يوم من الحرب في أوكرانيا أحدثت عواقب وخيمة على الأطفال لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية ووضح أنه وفقا للبيان يوجد ثلاثة ملايين طفل داخل أوكرانيا وأكثر من مليوني ومئتي ألف طفل في الملدان المضيفة للاجئين بحاجة للآن إلى المساعدة الإنسانية ونزح حوالي طفلين من بين كل ثلاثة أطفال بسبب القتال وأفاد بأنه يقتل في المتوسط أكثر من طفلين ويصاب أكثر من أربع يوميا في أوكرانيا معظمهم من خلال هجمات تستخدم فيها الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان أرضفة جانيك حاسبا لينوسيف قتل منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي مئتان واثنان وستون طفلا على الأقل وأصيب أربعمائة وخمسة عشر أخرين في الهجمات ترجمة نانسي قنقر